محافظة الوادي الجديد مطبخ الخير في رمضان بالوادي الجديد تحت هذا العنوان يعمل الكثير من أبناء محافظة الوادي الجديد على تقديم يد العون والمساعدة في هذا الشهر الكريم للكثير من الأسر البسيطة بتقديم عجبات جاهزة يتم تجهزها وتوزيعها يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان تفاصيل أوفى من الوادي الجديد مع زميلين خالد عز الدين ومحمد حسين رمضان الخير بالوادي الجديد وجبات مطهية بطريقة المندي الوحاتي يحدث من المخلصين من أهالي الوادي الجديد لتكون تلك الوجبات عند كل أسرة بسيطة وعفيفة الإخلاص هو طوق النجاة في تلك الأيام نواركة من شهر رمضان الكريم والمتطوعين هم الزاد والزواد في تنفيذ مطبخ الخير في رمضان من أجل الإطعام وتقديم الخير للأسر البسيطة اللهم بارك اللهم تقبل نحن هنا في هذا المطبخ بسم الله ما شاء الله بدأنا هذا العمل مجموعة من الشباب ومن المخلصين ومن المحبين بدأنا بعشر فرخات بطريقة مختلفة طريقة المندي لا أن تصل إلى مستحقيها من أصحاب الأعزار من أصحاب الأورام من أصحاب الأمراض من المحتاجين نفحات ربانية جزى الله كل المخلصين على هذا العطاء وعلى هذا الأداء الطيب وهذه هي مصر روح مصر شهامة مصر عطاء مصر وستظل مصر عالية خفاقة بفضل الله تعالى إن شاء الله بفضل المخلصين والمحبين بدأنا بعشر وجبات لغاية ما دمعته حاليا 150 وجبة المية وخمسين وجبة هتقول لي هيتوزعه زي في أقل من نصف ساعة زمن على المغرب يكون كل ما في بيته وهو معزز مكرم عفيف أو عفيفة في بيتها تأكل ما لز وطاب بفضل الله تعالى بدأنا مجموعة خيرية بنعمل وجبة من المندي من الرز الباسماتيك وبنبدأ من مراحل معددة بنبدأ الأول بغسيل الفراخ ثم التدبيل وبعد التدبيل بنبدأ نجهز النار في الحفرة وبعد كده غسيل الرز وبنتبل الرز بعد كده بنبدأ المرحلة اللي هي التنزيل بننزل الرز تحت في الحفرة وبعد كده بننزل الفراخ وبعد الفراخ ما يستوي وبنعمل الغطى بتاعه بناخد فترة مدة ساعة ونص بعد كده بنطلع الفراغ بنعبيها في كياس حرارية وبنبدأ نوديها للأماكن المستحقين بتوصل للناس المعززة مكرمة في داخل بيوتها الناس اللي بتستحي طبعا الحالات اللي هي يعني ربنا نزل فيها آيات ان احنا نوصل لغاية عنديها محدش بيجي لغاية خالص لهنا نحيتنا خالص بنعمل في صمت وبنوصل الوجبة لزوي الأمراض والمعاقين واللي مش قادر يتحرك والأيتام والفقراء اللي غاية عنديهم في البيوت مع عززين مكرم للغير قادر ان هو يطبخ طبعا الحاجة دي حاجة عاملينها حاجة زي ما احنا بنكن في بيوتنا بنودح حاجة نظيفة جدا مغلفة محترمة جدا من الوادي الجديد خالد عز الدين ومحمد حسين لأخبار طيبة